قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون إنه سيوقع اتفاقية مع رومانيا وذلك لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية وأضاف الوزير أن الاتفاقية مع رومانيا ستتيح لأوكرانيا إخراج المزيد من الحبوب نحو أوروبا ودول النامية لا سيما الدول المطلة على المتوسط التي تحتاج إلى الحبوب من أجل الغذاء موضحا أن الاتفاق يشمل التصدير عبر النقل البري والبحري والنهري أكدت هيئة الإحصاء للتحادية الروسية أن معدلة تضخم أسعار المستهلك في روسيا تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 14.13% سنويا مقابل 15.1% خلال يوليو الماضي وأشارت هيئة الإحصاء للتحادية الروسية إلى ارتفاع أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 15.68% سنويا الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي وارتفاع في أسعار الطاقة وانخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع تكاليف الإنتاج وتشجيد الأوضاع المالية في جميع دول العالم وزيادة القيود في سياسات الاقتصاد الكلية وتشير التقارير العالمية إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي سبب تراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 9.9% في عام 2022 واستمرار تباطئ نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وكذلك تباطئ النمو في الدول المتقدمة من 5.1% إلى 6.10% وانخفاض النمو في اقتصاديات الأسواق النامية من 6.6% إلى 3.4% وعلى الرغم من ذلك أكدت هيئة الأحصاء الاتحادية الروسية تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا خلال أغسطس الماضي بنسبة 14.13% سنوياً في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 52.100% شهرياً كما ارتفعت أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 15.68% سنوياً وتراجعت بنسبة 72.100% شهرياً في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 10.45% سنوياً هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.77% سنوياً وتراجعت بنسبة 31.36% شهرياً في حين ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 15.51% سنوياً ترجمة نانسي قنقر